الذكاء الاصطناعي لا ينام كل يوم فيه جديد وتطور جديد على بعض الأدوات والنهاردة هنتكلم عن 3 تحديثات جديدة في 3 تطبيقات مهمة يلا بينا نشوف مع بعض أول تحديث النهاردة معنا متابعي قناة انفو تكفريو السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يارب تكونوا بخير وبصحة وبسلامة والنهاردة هنتكلم عن تحديثات جديدة لتطبيقات شهيرة ومهمة وكتير مننا بيستخدمها أول تحديث النهاردة هتكلم عنه هو تحديث خاص بكلود ولكن للأسف غير متاح الآن في الدول الأخرى متاح فقط من خلال البرو بلان أو الخطط المدفوعة داخل الولايات المتحدة الأمريكية وهما بيقولوا أنه هو حيتفتح قريباً للفري بلان وباقي الدول وهذا التحديث هو أن كلود الآن يبحث داخل الإنترنت وهذا التحديث كان بتاريخ 20 مارس 2025 بصراحة أنا كنت منتظرة أننا نجربوه بشكل عملي لكن لحد دلوقتي ما فيش أكسس على هذا التحديث هنا بيقول لك أنه هو حالياً بيبحث داخل الإنترنت وإنت هتطلب منه أنه يبراوز حاجة معينة عن أبليكيشنز معينة أو عن مثلاً ساي التوب تين سمارت فونز تحت الخمسمائة دولار يبتدي يدهالك وكمان تطلب منه المواصفات يدهولك وكل ده من خلال الإنترنت هتحديك الإجابة وهتديك كمان السورسز وهتديك السيتيشنز أو الاقتباس وده من خلال Cloud 3.7 Sonnet وهنا بيقول لك البوبلر ويز أو الشائع في استخدام الويب سرش ممكن يكون من خلال السيلز تيمز من خلال الفينانشيال أناليست من خلال الريسيرشرز الباحثين من خلال الشوبرز وبيقول لك أنه هو حالياً زي ما قلت لك في البداية هو موجود لكل البيت Cloud Users الموجودين في اليونايتد ستيتس كمان إنت لو كنت بيد يوزر وموجود خارج يو اس للأسف مش هتعرف تستخدمه وقريباً حيدعم كل اليوزرز في الفري بلان وي مور كونتريز إس كامينج سون كل اللي عليك إن انت حتروح للبروفيل سيتنج وتفعل عملية البحث عبر الإنترنت وتستخدمه مع Cloud 3.7 وده كان أول تحديث حبيت إن أنا أشاركه معاكم النهاردة يلا بينا على تاني تحديث تاني تحديث معايا هو خاص بجيميناي وجيميناي لو أنت استخدمت الموقع الرسمي وبشكل مجاني دلوقتي الديب ريسيرش مفتوح وليك خمس مرات في الشهر تستخدم فيها الديب ريسيرش هنا مثلاً أنا أعطيته مثال قلت له Give me an Arabic all you know about موقع معين كنت عايزة أعرف معلومات عنه بيقدم خدمة معينة ابتدى إن هو يديني كالعادة تحليل نقطة اللي هو حيتكلم عنها وقلت له start research طالما عجبني الجزء اللي هو حيتكلم فيه أو تعمل edit للبلان وكنت شرحت هذا الجزء من قبل وبعد كده عطاني في الآخر الريبورت أو التقرير باللغة العربية زي ما احنا شايفين وعطاني كمان sources اللي هو استخدمها في الريبورت حتلاقوا هنا في export to docs لو دستوا على القائمة المنسادلة أو drop down list حتلاقوا التحديث اللي بكلمكم عنه هو generate audio overview لو حدوس على generate audio overview حيبتدي يحول من التقرير audio يعني إيه audio؟ يعني حيتكلم عن كل ما جاء فيه التقرير من خلال بودكاست هو بيعمله شبه بالضبط اللي موجود في notebook LM ولكن هنا حيكون customized وخاص بالتقرير اللي تم إنشاؤه باستخدام Gemini 2.0 Flash من خلال ميزة deep research حنشوف كده حنشوف دلوقتي الاوديو نسمع له بعد ما يخلص عملية generation وتم إنشاء الاوديو زي ما احنا شايفين الاوديو overview تعالوا نسمع الاوديو overview وهتلاينا في الثلاث نقطة تقدر تعمل download تقدر تعمل share للconversation تعالوا نسمع مع بعض جزء من الاوديو من خلال اوديو كدهو بعمل هذه الساسمي.com انا كنت عايزة باللغة العربية ولكن انت عارفين هو بيستخدم نفسك تكنولوجي اللي بيستخدمها نوت بوك الام هو لا يدعم حتى الان الا اللغة الانجليزية ولكن بشكل عام حاجة جيدة جدا ان انت لو انت مش عايز تقرأ الريبورت كله وعايز تسمع اوديو او عايز حتى تعمل اكسبورت لي الاوديو او انت عايز تعمل اكسبورت ليه التقرير وفي نفس الوقت يكون عندك الاوديو تحمل وتسمعه في اي وقت فممكن تعمل الموضوع ده بمنتهى السهولة ده بالنسبة للتحديث التاني المجاني اللي تقدر تستخدمه من خلال خاصية باستخدام جيمناي 2.0 يلا بينا نشوف التحديث التالت التحديث التالت من شركة بايدو الشركة الصينية اللي كشفت عن نموذجين نموذج ارني 4.5 واكس وان والنموذجين نموذجين تفكير عميق وايضا مالتي موديلز ارني اكس وان اداءه بشابه او بيضاهي ديب سيك ار وان وبنص السعر بنص السعر من ناحية استخدام الاي بي اي في الوقت نفسه اللي ارني 4.5 من المفترض ان هو بيضاهي جي بي تي فور او والنموذجين نموذجين زي ما قلت لكم متعددين الوسائط ومتاحين بشكل مجاني من خلال الموقع الرسمي اللي حطت لك في الرابط في الوصفة اسفل الفيديو وان شاء الله ممكن نبقى نجربه قريبا ولكن انا اواجه مشكلة في عملية التسجيل داخل الموقع معرفش ايه المشكلة فيه يعني اتمنى ان الموضوع ده يتحل وطبعا كعادة كل نموذج زكاء استناعي جديد لما بيقارن نفسه بالنمازج الاخرى فدايما حتبص تلاقي ان هو دايما بيحط نفسه في الشارت ان هو متفوق يعني هنا مثلا النموذج ارني متفوق على جي بي تي فور او زي ما احنا شايفين كبينشمارك ليه نواحي كتير جدا نفس الموضوع بالنسبة لي ديب سيك فيرجن سري شات حتبص تلاقي ان هو ايضا متفوق في حاجات كتيرة جدا عن ديب سيك مثلا فيرجن سري شات وجي بي تي فور بوينت فايف وجي بي تي فور او لكن دايما انا بقول اليوزر هو اللي بيحكم في الاخر على فعلا مدى صحة هذه الشارتز من عدم صحة ولكن هو تحديث جديد زي ما قلت لكم من شركة بايدو وان شاء الله نحاول نجربه قريبا ونشوف هل فعلا هذه النمازج تضاهي ديب سيك ار وان زي اكس وان او تضاهي فور او من اوبن اي اي دا اللي احنا هنعرفه قريبا من خلال التجربة ويا ريت لو انت جربتوا بشكل عامل يتقول لنا في التعليقات هل ارني فور بوينت فايف واكس وان من شركة بايدو بهذه الكفاءة ولا لا دا بالنسبة للتلات تحديثات اللي حبيت ان انا اكلمكم عنهم النهاردة واشوفكم في فيديو قادم بإذن الله تعالى على قناة انفو تيك فور يو ويا ريت زي ما بقولك في نهاية كل فيديو ما تنساش تعمل سبسكرايب يا قناة وتفعل الجرس عشان يوصلك كل جديد لو كنت بتشوفنا الاول مرة ولو كنتم متابعين الاعزاء متنساش لايك وشير وكومنت دمتم في رعاية الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته